زي ما حضراتكو دايما متعودين الوقت دايق مفيش مجال للتدريب الفريق بيستأنف ويختتم في نفس الوقت يعني الفريق النهاردة استأنف تدريباته واختتم تدريباته النهاردة ودخل معسكر عشان عنده ماتش بكرة طيب وبعد كده نفس الكلام عندك التلات مباراة أربع وخميس وجمعة ماتش حتى لو في الكاس فالراجل بيعمل ايه؟ اجتماعات ومحاضرات فنية لللاعبين قبل انطلاق المباراة وأنا كل أسبوع بكلم مع حضراتكم في هذه الأمور وبعد أشرح قد إيه أن المحاضرات الفنية بيكون لها دور مهم جدا جدا في مثل هذا التوقيت ما يعني اللي حضراتكم شايفينه ده مش تمرين بالمناسبة دي حاجة كده ايه؟ يعني اسمها يعني بينبه العضلات شوية يعني ايه؟ مش مريح في البيت ولكن مريح في الملعب فالاجتماعات أو الاجتماعات والمحاضرات الفنية لللاعبين قبل انطلاق المباراة هي الأهم في مثل هذا التوقيت عشان كده أنا دايما بقول لحضراتكم أنه الأهلي بيبدأ استعداداته وبيختتم في نفس اليوم يعني في أول النهار تلاقوا البرامج اللي شغالة السادسة والترند والكلام ده يتكلم أقولك إيه؟ الأهلي يبدأ استعداداته بالليل لما نوصل بالليل تلاقي الأهلي بيختتم استعداداته راجل إده يوم أجازة وبعد كده تاني يوم زي ما حضراتكم شايفين تمرينها خفيفة الناس هتجري تعمل شوية الحاجات اللطيفة اللي بتتعامل دي وشكرا محاضرة وبيعملها كولر واجتماع فني بيعمله كولر بيكون يعني هو الأهم في مثل هذا التوقيت وبعض الحاجات التمرين اللي حضراتكم شايفينها شناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفولي ومصطفى مخلوف بيؤدوا ميرانا بدنيا وفنيا متنوعا على هامش الميران الجماعي النهاردة في أخبار مهمة لحابة خصوص لعبة النادي الأهلي دكتور أحمد جبالة طبيب الفريق لأن عمر كمال عبد الواحد لعب الفريق سوف ينتظم في التدريبات الجماعية عقب مباراة موضن سبورت وأوضح طبيب الفريق أن عمر تعافى تماما من النازلة المعوية التي تعرض لها قبل مباراة بيرامدز الأخيرة في الدولة الممتازة أشار طبيب النادي الأهلي أيضا أن عمر كمال خضع لتدريبات علاجية والسشفائية النهاردة كمان كان في الجيم إن شاء الله ينزل التمرين من بكرة إن شاء الله ما فيش وقت الأربع على طول يكون عمر كمال متواجد في التمرين الجماعي قال الدكتور أحمد جبالة أيضا أن أشعة الرانين المغناطيسي اللي خضع لها عمر السلية أثبتت إصابته بشد من الدرجة التانية في العضلة السمنة مش قال من وجهة نظري يعني هو ما قالش كده ولكن أنا بقول لحضراتكم وجهة نظري مش قال من أسبوعين تلاتة لغاية لما عمر يرجع مرة تانية أضاف أن اللعب بدأ من اليوم تنفيذ برنامج علاجي المحدد له التخلص من هذه الإصابة وذلك على هامش ميران الجماعي اليوم أما بخصوص أحمد عبدالقادر فأدى جلسة علاج طبيعي وتأهيل في الجيم على هامش الميران الجماعي أيضا قال الدكتور أحمد عبدالقادر أحمد جبالة أن عبدالقادر تعرض لإصابة بجزعة في الرباط الخارجي للرجبة وذلك أثناء مشاركته في آخر تدريبات الفريق عبدالقادر خضع لفحص طبي وإشاءة رانين على الرجبة للوقوف على حجم الإصابة والبرنامج التأهيلي للعب ده سريعا جدا إيه اللي حصل النهاردة فيما يخص النادي الأهلي خلال نطلع نشوف تقرير في النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر